خلينا نستعرض مع حضراتكم اختياراتكم بقى يمكن اخر مطشاط الاهلي ودينا فرصة اكتر من كافية عشان نسمع صوت جماهير النادي الاهلي في اختياراتها لأفضل 3 لعبين في مباراة ام بي في الكاس على نشوفه الجمهور اختار مين في المركز الاول باكتساح ومش جديد عليهم اقدم موسم ولا اروع الحقيقة يمكن كابتن محمد حشيش اشاد بي من لحظات اليد جانج الحقيقة اقدم واحدة من افضل مطشاطه مع النادي الاهلي وباكتساحه بفارق كبير جدا عن كل منافسي فاز بالمركز الاول في المركز التاني كان نجم المرحلة الاخيرة واحد من النجوم اللي اتمنى انه عودته تستمر ويظهر بشكله بامكانياته وقدراته الحقيقية في الموسم اللي جاي مع النادي الاهلي يستحق انه يكون في التشكيلة الاساسية ويستحق انه يرجع لمنتخب مصر دي امكانياته دي قدراته كهرباء في المركز التالت كانت المنافسة الحقيقة بين وجهين جديدين رغم انه هما ما يتحسموش على قيمة الاهلي في الموسم اللي لسه مازال مستمر لكن الحقيقة المنافسة على المركز التالت كانت بين احمد عبدالقادر وميكي سوني وقدر احمد عبدالقادر انه يحسمها لصالحه ويفوز بالمركز التالت اول ظهور لأحمد عبدالقادر في اخترارات جمهور النادي الاهلي كده نشوف مع حضراتكم ومع كابتن محمد حشيش جدوى للترتيب وصل لغاية فين في موسم مازال مستمر معانا حتى اللحظة حتى الموسم مش عارف هيكمل ولكة وكاس هيتلعب ولا وقصة فيها لعبكة كتيرة جدا عليو زينج في المركز الاول براصيد 39 نقطة وبيبتعد عن محمد مجدي افشا اللي اللي pharmaceutical demande لوحيدة انه يتعادل مع زينج انه الكاس يستمر وانه الاهلي يوصل مبارا نهيئة وان شاء الله يتوق بيها عليو زينج في مركز الاول براصيد 39 نقطة محمد مجدي افشا في المركز الثاني براصيد 33 نقطة وراش الناوي براصيد 31 نقطة في المركز الثالث ومعاه في نفس المركز محمد شريف المخيف أكرم توفيق مقدم واحد من أفضل مواسمه وجيه يمكن جيه متأخر بس جيه واحتلل المركز الخامس برسيد 23 نقطة الشحات المركز السادس 22 نقطة بدر بنون 16 نقطة علي معلول 16 نقطة كهرباء بيتقدم وبيشارك معلول وبدر بنون في نفس المركز برسيد 16 نقطة بعد ما ضف لنفسه نقطتين في مباراة أمبيا الأخيرة بعد كده الترتيب على التوالي طهر محمد طهر أيمن أشرف السلية ياسر إبراهيم حمدي فتحي وليد سليمان وأجيه نكمل جدول الترتيب مع حضراتكم علي لطفي محمد هاني رامي ربيعة كوكا بيكم وولتر بوليا وأحمد عبدالقادر طبعا أحمد ما نقدرش نحسبه على الترتيب للموسم الأخير لأنه صفقة جديدة لكن طبعا الجمهور اداله نقطة في مباراة أمبيا الأخيرة وبالتالي دخل مع سكواد الأهلي في الموسم الأخير رأي